أول شيء يعني مشروع مستديرت السياد هاللي هو قلب الحزمية هيدا من أهم باعتقد المشاريع والمستديرات حالياً بلبنان وأكيد أخذ وقت صر المدينة الحزمية فترة طويلة عم تعاني منه يعني هن بالحقيقة مش العابرين اللي عم بيعانوا من أزمة السيار وحدهم نحن المقيمين بأبناء البلد المقيمين وتجار البلد وكل الأشخاص اللي إلهم علاقة بالبلد عم بيعانوا من سنين ونحن أنا بالحقيقة كأني محامة عن هالمشروع مش هيدا الحقيقة الحقيقة أنه أنا كتير عم دايماً أخلي المواطنين يتحملوا بعد هالفترة المتبقية من تنفيذ المشروع لأنه هالمشروع بعود بالفايدة على كل لبنان وطبيعي جزء منه بينعكس الفايدة تبعيته على الحزمية نعم تحدثت عن معانات يعني سبب يعني هيد الأشغال سببت أدرار ومعانات لأبناء منطقة الحزمية بشو بتتمثل هذه المعانات؟ المعانات أول شي بتبتدي الأزمة السيار تبتدي من ساعة سبعة صباحاً بأنه بيتحول السيار اللي مفروض يكون على الأوتوستراد الرئيسي الخارجي بيصير بمعظم شوارع المرتقلة والحزمية الداخلية هاللي ما إلا علاقة بالسيار هيدا اللي وارد من كل مناطق اللبنانية يمروا فيها أو يعبر فيها وهيدا بيسبب أزمة لهالمواطنين اللي نقوا هالمنطقة الرئي أو الرئي اللي حتى يعيشوا فيها عم بيعانوا اليوم من سنين عم نعاني من تحويل هالسيار إلى الداخل أو من هروب المواطنين إلى داخل منطقة مرتقلة الحزمية حتى يتفادوا أزمة السيار اللي موجودة على الأوتوستراد الخارجي بس بالحقيقة مش السيارات واحدة أو مش السيارات هي المشكلة الأساسية هي الشاحنات المشكلة الأساسية ورئيسية هي الشاحنات النقل والنقل الخارجي هاللي عم نعاني منها واللي عم تتسبب بأضرار رهيبة بالبنى التحتية للبلدة الحزمية من الطعاب تتصريف مياه الأمطار من الصرف الصحي من أغطية الرجارات من كل البنى التحتية الموجودة عم ترقاط عم تتضرر بشكل من هالشاحنات اللي ما في رئابة على وزنها ما في رئابة على الحمولة تبعيتها بالإضافة إلى التلوث البيئي اللي عم تعاني منه البلدة نتيجة عبور هالسيارات الكسيف داخل شوارع البلدة اللي هي منى معدة لاستقبال هالكميات من السيار إنما نحنا بنرجع أنا برجع مجددا طيب إذا هذا الواقع يعني شو عم بتقوم يعني شو هي الخطوات اللي عم بتتخذها البلدية لتفادي أو لتخفيف أزمة السيار خصوصا بترقاطها الداخلية يعني نحنا أكتر شي عم نعملوا بترقاط داخلية عم ضلنا على طول بحالة سيانة دائمة لها الطرقات الداخلية لتظل قادرة تستوعب هالكميات السيار الكبيرة هاللي هي بالأساس منى معدة لا تستقبلها ما فيكن تمنعوا كأنه ما عندكن صلاحيات كبلدية تمنعوا مرور الشحينات الكبيرة بترقاط الفرعية الداخلية بدي إلك شغلي نحنا في عنا أحد المسالك عليه ضغط كتير جربنا أنه نعمله بس خط واحد يعني اتجاه صعود بدل ما يكون نزول يعني لا ما يستقبل السيار اللي وارد عملنا هالتجربة لمدة ثلاث ساعات عملت أزمة خانقة إضافية داخل الشوارع الداخلية وداخل الشوارع الخارجية أزمة أزمة إضافية يعني زادة الأزمة لأنه متل ما بتعفز سير جاية من كل من كل اتجاهات بلبنان من البقاع من الجبل من الدول العربية عم يعبر هالمنطقة اللي هي الحزمية عم يعبر بهالشقفة اللي هي ترقاط الحزمية وصارو كلهم بيبس الكوة صارو كلهم بيعرفوا ترقاط الداخلية يعني أنا بقدر إلك أنه بعض العابرين وبالشكل دائم صار يعرف ترقاط الحزمية ومرتقل الداخلية أكتر من بعض المقيمين وهلأ برجع بناشد مجددات كل أبناء الحزمية والمقيمين بالحزمية أنه ما نتحمل بعد هالستة شهر المتبقية حتى تنفيذ المشروع هاللي تسبب لكم بكتير أدرار اقتصادية وبيئية غير أزمة السير يعني بعد عم تطلب عبر صوت لبنان يعني يتحملوا ستة شهر معاناة أزمة سير ومعاناة أدرار وأدرار كمان ممكن ربا مجديدة كمان تنعكس على البناء التحتية عم تطلب منهم يتحملوا بعد ستة شهر وعلى شبكة مياه الشرب كمان على الأقل ستة شهر لأنه المشروع متوقع أنه يخلص بـ 21-12-2012 المستديرة مفروض أنه تنتهي الأشغال فيها بـ 21-12-2012 وبعتقد أنه ستكون من أكثر المستديرات ومن أهمها تطوراً بلبنان لأنه هذه المستديرة لا يوجد إشارات سير يعني كل العابرين بأي اتجاه سيقطعوا بدون ما ينتظروا بدون أي عوائق بدون إشارات سير حتى الأوتوستراد يقال أنه ما رح يكون فيه أي مفرق يعني 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 يكون خالي من المفارق لا لا ما فيه مفارق إطلاعاً يعني كلها تحويلات يعني هو ناس تحكي عن مشروع المستديرة بالحقيقة إذا بتحبه بقدر إليك أنه المستديرة هي مشروع متكامل بيبتدي من كنيسة مرمخيل بالشياح وبينتهي بمفرق بسوس الجمهور نعم بمستديرة من حد مرمخيل فيه أنفاء بتبلش هناك على التعاطعات الموجودة ولتوصل إلى درسيات بعدين من بعد درسيات فيه تحويلات لمفرق الأصل الجمهوري فيه إشعنجرات على مفرق المدرسة الحربية الرحانية فيه على مفرق وزارة الدفاع وفيه على مفرق مدرسة سيدة الجمهور هاي كلها تحويلات كلها هاي دي جسور وتحويلات جسور تحويلات حتى ما يعود فيه أي عبور على لقصة بعيد الانتهاء من الأوتوستراد ولا بموازية الأشغال عم ينشغل كمان جسور وتقطعاتها البعض من هالجسور أصبحت سالكة مثل الجسر هاللي هو على مفرق المدرسة الحربية ومفرق الريحانية واللي بيأمن العبور من عدة انتجاهات واللي عم بيسبب أزمة سير إضافية بالحازمية صار قيد الاستعمال من حوالي شهر ونص تقريبا نحن بعدنا بانتظار اتصالتكم على الصفر 54-53-52 نتمنى اللي على الانين بزحمة السير على طريق الحازمية صياد هيك يعطونا من وقت ما رح نأخرون كثير على التلافون بعرف انه يمكن تحكونا من السلولار بانتظار اتصالتكم وأكيد أبناء بلدة الحازمية أو مدينة الحازمية مثل ما قال السيد جان الأسمر كمان يتصلوا فينا إذا عندهم أي سؤال حول أي موضوع بيتعلق بمنطقة الحازمية قلتلي السيد جان بالنسبة للأوتوستراد الأشغال على الأوتوستراد بالمقابل بموازية الأشغال يصار كمانا هلأ إلى أشغال تاني هي الجسور انتهى أول جسر كم جسر رح يتخيحي يعني كمانا يكون مرتبط فيه للأوتوستراد يعني مثل ما قلتليك في عندك على مفرأ الأصل الجمهوري نعم في مفرأ المدرس الحربية بس هولي بعد ما بلش الشغل له كلهم عم ينتهي الأشغال فقط يعني جسر واحد انتهى فينا نقول تحويلة في جسرين صاروا عم يستعملوا الجسر اللي موجود على مفرأ سيدة الجمهور الويزة والجسر اللي موجود على مفرأ الريحانية المدرس الحربية هولي صاروا أيد الاستعمال والجسر هاللي بيعطي للأصل الجمهوري كمان بعتقد صار أيد الاستعمال أو بهالأيام القليل للأدمي بصير أيد الاستعمال هلأ كمان وردنا اتصال أنه من مفرأ الحدد أمتين بينفتح مفرأ الحدد اللي موجود على الأوتوستراد مفرأ الحدد يعني طريق جالوريس معان هلأ حاليا طريق جالوريس معان من دوارة السياد من مسارية السياد حتى جالوريس معان مقطوعة هاي الطريق لإعادة تأهيلة لإعادة تأهيلة لإعادة تأهيلة أمتين بتتوقع يعني بعتقد بدي حوالي الشهر حوالي الشهر يعني رح ود معك لموضوع الشاحنات وعبور الشاحنات والصراع اللي عم بيصير يعني بين الشاحنات على طريقة الحزمية على الأوتوستراد وأيضا كمان بالطرقات الداخلية ما نشدتوا حدا ما حكيتوا مع كل الأمن الداخلي ما توصلتوا معهم ما توصلتوا مع نقابة الشاحنات ليش لليوم بدأت دل الناس عم بتسوق بمنطقة الحزمية وهي بحالة رعب من أي شيحنة ممكن تمرق بسرعة بسرعة زيدة بسرعة يمكن خفيفة أو متوسطة ما عندن حتى التزام بتحديد السرعة اللي موجودة على الطرقات إمكان الداخلية أو على الأوتوستراد لإمكان بدكن دلكم إذا بدكن ساكتين على المعاناة اللي عم بيعانوا الناس من مرور وعبور الشاحنات بالحقيقة نحن يعني معالي وزير الداخلية والبلديات مقيم كمان مقيم بالحزمية وبمنطقة مرتقلة بالتحدي